السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الزراعي في مصر أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة تربية الدواجن في منظومة الجدارات منظومة الجديدة في طبعا التعليم الفني في مصر إن شاء الله حلقة يعني مقدمة بسيطة عما سوف يتم دراسته خلال الترمي التاني بإذن الله درسنا مع بعض على مدار الترمي الأولاني دجاج وحدة دجاج التسمين ووحدة دجاج الأمهات والجدود وكان فيها معلومات شيقة كتير السنة دي أو الترمي ده إن شاء الله حندرس مع بعض موضوعات شيقة جدا منها اللي هو عمليات إعداد البيض وحدة إعداد البيض للتصويق أو إعداد البيض لعملية التفريخ ثم حندرس مع بعض عملية التفريخ نفسها ثم حندرس وحدة خاصة للعمليات التي تتم ما بعد الفاقس يبا حندرس مع بعض ثلاثة وحدات السنة دي بإذن الله حنددأ فيهم النهار ده بس مقدمة كده وفكرة عامة عامة سوف يتم دراسته خلال هذا الترمي إن شاء الله بإذن الله حتكون حلقة مفيدة حلقة مميزة عن باقي الحلقات لأن الحلقة دي فيها معلومات عامة كتير لحضرتك ممكن تستفيد بيها تعرف دور التفريخ إيه؟ تعرف إزاي يتم إعداد البيض وإعداده وتجهيزه للتفريخ تعرف العمليات الصالحة في عملية التفريخ سواء كانت تتم طبيعيا من خلال إجراء التفريخ الطبيعي أو تتم صناعيا من خلال التفريخ الصناعي أو المعامل البلدية حنعرف عبارة عن إيه يعني تفريخ طبيعي ويعني إيه تفريخ صناعي حنعرف يعني إيه كلمة تفريخ أساسا حنعرف كيفية إعداد البيض الصالح وتجهيز البيض الصالح دي الوحدة الأولى لإجراء عملية التفريخ قبل ما نعمل التفريخ لازم نعرف كيف يتم تجهيز بيض التفريخ للتفريخ لازم نعرف إيه هو البيض الصالح للتفريخ والبيض الغير صالح للتفريخ لازم حضرتك لما تيجي تدخل على نويت عايز نعمل عايز نعمل أنا تفريخ بالنسبالي هل يا ترى يتم جمع بيض التفريخ إيه هي الصفات أو المواصفات اللي يجب مراعطة في بيض التفريخ لكي يتم تفريخه عشان ما تضيعش وقتك وجهدك تمام وإمكانياتك كلها تسخر على شيء تيجي في النهاية تلاقي البيضة فاضي أو البيضة غير صالح للتفريخ أساسا فحنتناول مع بعض النهاردة إن شاء الله مجموعة كبيرة جدا في كيفية إعداد بيض التفريخ في الوحدة الأولى ثم بعد ذلك عملية التفريخ في الوحدة التانية ثم بعد ذلك عمليات ما بعض الفاكس في الوحدة اللي هي التالتة عايز نقول أنا ذكرت كلمة تفريخ دي كتير قوي عايز الطالب يعرف معايا الأول يعني إيه كلمة تفريخ مه أنا عشان نيجي نقولك إعداد البيض للتفريخ طب البيض كلنا عارفينه طب إعداد ماشي حنجهزه طب يعني إيه بقى كلمة تفريخ التفريخ يا شباب هو تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة ونركز كده على داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع ونركز برضو على كلمة حديثة الوضع خلال دورة جنينية محددة يعني ايه مستر دورة جنينية محددة نقول التعريف ونقول تفاصيله تاني التفريخ عبارة عن ايه تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع خلال دورة جنينية محددة حتى يكتمل نموه ويخرج كتكوتا سليمة ده كده التعريف يا مستر مشام حامل لحضرتك قلته قلتلك تهيئة العوامل اللازمة ايه تهيئة العوامل اللازمة انا لما نيجي نعمل تفريخ اكيد هنعمل تفريخ يا اما تفريخ طبيعي يا اما تفريخ صناعي التفريخ الطبيعي لا يتدخل المربي فيه باي شكل من الاشكاء وتقوم فيه الام بالرقاض على البيط اذا ليس للمربي اي دور في اجراء عملية التفريخ الطبيعي طب التفريخ الاصطناعي تفريخ الاصطناعي او الصناعي اللي حضرتك हتجمع البيط تمام من تحت الامهات اللي وضعتوا او حتشتري البيط من اي مصادر موصود بيها وحتبدأ في وضعه في مكينات تفريغ او تعمله عملية تفريغ صناعي تمام سواء كان في مكينات تفريغ حديثة او مكينات يعني حديثة او معامل بلدية معامل البلدية كان لها فترة من زمان لكن برضه هندي عنها فكرة ان شاء الله خلال الترمي التاني بإذن الله تبقى فاهم ايه اللي بيتقال بالظبط اذا كلمة تفريغ يعني تهيئة عوامل لازمة طب ايه هي العوامل اللازمة لعملية التفريغ الحرارة الرطوبة التهوية تمام هي ديه التقليب كل ديه اللي انا بنقول عليه تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنيه الجنيه بيبقى في داخل البيضة في حالة سكون حضرتك مجرد ما تيجي تضعه في مكينات التفريغ على درجة حرارة معينة اللي هنعرفها مع بعض اللي هي هنقولها برضه تتراوح ما بين 37 و7 من 10 درجة مقوية او 37 و8 من 10 درجة مقوية هي ديه درجة الحرارة الصالحة للتفريغ لما تحط البيض في مكينات التفريغ يجب وضع البيض بطريقة معينة يجب البيض ده يكون ممرش عليه اكتر من 3 ايام لو حضرتك فيه جو عادي لكن لو هتحفظه فيه تلاجات ممكن الموضوع يختلف معانا هو ده الغرض من وحدة دراسة او تجهيز اللي هيه قلبية نرجع لتعريفنا تاني بنقولك هو تهيئة العوامل اللازمة ايه العوامل اللازمة يا مستا حضرتك بتحاول توفر الحرارة اللي هتنشط الجنين وتخلي الجنين ينمو الرطوبة التهوية تمام التقليب العمليات دي كلها تتم خلال مهد مناسب مهد مناسب اللي هو مكينة هترصي فيها البيض بشكل معين يترصي البيض البيض ليه جهتين جهة عريضة وجهة ايه مدببة الجهة العريضة بتكون الى اعلى والجهة المدببة بتكون الى ايه ازا اذا لما يتحط فيه ادراج تمام وضع البيض لازم تكون الجهة العريضة متجه الى ايه اعلى طب ليه يا مستر الجهة العريضة تكون الى اعلى عشان هنا فيه منطقة اسمها الغرفة الهوائية منطقة الغرفة الهوائية اللي الجنين بيتنفس من خلالها لو عملت العكس حيبى عندنا مشكلة في عمليات الفاقس للبيض والجنين حيتخنق على الغرفة الهوائية إذن ده في طريقة وضع البيض يبقى تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين العوامل اللازم تقول لي هي إيه حرارة، رطوبة، تهوية، تقليم عملنا الحرارة والرطوبة والتهوية والتقليم يبقى تهيئة العوامل اللازمة ليه يا مستا؟ لنشاط الجنين إذن الجنين لو تعرض لهذه الأشياء في داخل مكينة التفريغ حينشط ويبدأ في النمو كويس بيقول لي إيه تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة تحديداً البيضة المخصبة إذن لازم يكون عندي بيض مخصبة عشان يكون فيه جنين طب لو البدغر مخصب انسى أن تطلع بيضة خلاص مش هيفئس ما فيهاش جنين أساسة يب شرط أساسي تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع يا مستر حديثة الوضع اللي حضرتك بتركز عليها ما هو البيض لو ما ركون لها أكتر منه لو في وقت عادي أكتر من ثلاثة يام أو سبعة أيام بالكتير بص من البيض الجنين فيه بيموت إذن يجب تخزين البيض أو حفظ البيض طبعاً فيه درجة ويجب ألا يوضع البيض فيه تلاجات عادية ماينفعش تحط البيض في تلاجة عادية وتيجي تاخده تحطه في التفريم لا ده ليه غرفات خاصة بيحفظ الليه قلبيه أو إن حضرتك ما يمرش عليه أكثر من ثلاثة أيام عشان تضعه في مكينة الليه التفريم يب شرط أساسي إن أنا نهيئ العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة الشرط الأساسي الأكثر وهو لابد أن تكون بيضة مخصبة اللي بعده خلال دورة جنينية محددة دورة جنينية إيه محددة يا مستقر ما هي كل نوع من الأنواع له فترة جنينية يعني إيه يعني ليه مدة فأس حيطلع بعديهم مدة الفأس مثلا فيه الدجاج 21 يوم ياريت تطلع وراء أما وألم كده معي وتسجل إلا أنا بنقوله مدة الفاقس فيه الدجاج يعني حضرتك من تاريخ وضع بيض الدجاج في مكينة التفريخ إلى أن يخرج أو من تاريخ رقاض الأمة في التفريخ الطبيعي على البيضة إلى أن تخرج الكلام ده 21 يوم في الدجاج طيب في الرومي 28 يوم طيب البط البكيني 28 يوم طيب الحمام من 17 ل 18 يوم طيب السمان من 18 ل 23 يوم طيب دجاج الوادي من 26 ل 28 يوم طيب البط السوداني أو المسكوفي من 33 إلى 35 يوم طيب البط الرواق 30 يوم طيب البط الدمياطي 28 يوم اللي أنا بنقوله ده هي دية المدد اللي هي الخاصة بعملية التفريخ اللي هي الفترة اللي هيعودها البيضة تمام في داخل مكينة التفريخ منذ وضعها في داخل المكينة إلى أن تفقس وتخرج كتكوتا سليمة يبقى عشان كده لما قلتلك ده التعريف اللي حضرتك بتقوله ده شامل الوحدة بحال أم قال أنا ليه بنقوله وليه بنركز عليه التعريف ليه تفصيلات مش مجرد تعريف تحفظه وخلاء التعريف تفهمه تفهم اللي فيه تطبق اللي فيه يبقى تهيئة العوامل اللازمة ايه هي العوامل اللازمة؟ الحرارة لازم من توفر مصدر للحرارة طب ليه مستر الحرارة؟ انت افتكر كده هي الأم بترقض على البيض ليه؟ الأم بترقض على البيض عشان تدفيه عشان توفر مصدر ليه؟ للحرارة فالعلماء قال لك هي كبير الأمة هترؤد على البيت هترؤد على كم بيضة قال لك هترؤد على عشرين وواحد وعشرين خمسة وعشرين بيضة بالكتير خالق ده أقصى حد لها طب هل يا ترى نفضل أنا منتظر واحد وعشرين يوم عشان يطلع لي نسبة فاكس لو قلنا خمسة وسبعين في المية خلي نسبة الفاكس في التفريخ الطبيعي يننتظر أنا من العشرين بيضة يطلع لي خمستاشر كتكون هل ده كلام فعشان كده اتجه العلماء لتوفير نفس الظروف اللي بتقوم بها الأم أثناء رقاضها على البيت بس في مكينات تفريخ مكينات تفريخ صغيرة مكينات تفريخ متوسطة مكينات تفريخ كبيرة مكينات تفريخ حاليا عملاقة يعني عملاقة يعني هي مستة كتاخذ لغاية مئة ألف بيضة أو أكثر كمان في خلال نفس الفترة الزمنية يبقى على مدار واحد وعشرين يوم بعد ما كنت حضرتك من خلال التفريخ الطبيعي منتظر الأم ترقض على البيت ولما الأم ترقض على البيت بتنقطع عن وضع البيت يعني بتعملك مشكلة كمان يعني هي مستر الكلام ده يعني الأم الرقاضة على البيت بمجرد ما ترقض تنقطع عن وضع البيت يبقى أنا كده عطلت الأمهات اللي عندي عن وضع البيت طب أمه ليه اللي نعمله لا نخلي الأمهات تضع البيت وأنا نجيب مكينات تفريخ ونفرخ اللي هي البيت بس لازم توفر له اللي هي ميه الحرارة والرطوبة والتهوية والتقليب زي ما كانت الأم بتعمل حضرتك تعمل بس وفروها طبعا في مكينات زي ما أنا قلتلك مكينات تفريخ أو ما يطلق عليه التفريخ اللي هي الصناعي طيب التهوية دي كانت الأم هل بترغط اللي 24 ساعة لا كانت بتقوم تنطفت بأجنحتها كده لكي تقوم بعملية تهوية للايه للبيت تمام لأوا إن الأم بتفرز بعض السوائل من بقها على قشرة البيت قال لك ده بتعمل ايه ده بترطب قشرة البيضة طب لما ترطب قشرة البيضة أنا نتغلب عن الكلام ده ازاي نجيب حوت كده صغير نحطه في مكينات التفريخ ونضح فيه ماء بس كده يا مستر آه إيه اللي هيحصى مع الحرارة اللي هي 37.7 من 10 أو 37.8 من 10 إيه اللي بيحصى بيتبخر الماء فالبيع لما يتبخى هو الماء بخار الماء لما تحط عليه إيدك كده مش بيتكسف يبا مية ده اللي هيحصى على قشرة البيضة يبا قدرت نحصل للرطوبة اللي أنا عايزة نعمل الكلام ده لمدة 18 يوم وآخر 3 أيام تزود من نسبة الرطوبة عشان أنا بقى في الفترة دي خلاص الجنين يكتمل نموه في عمر 18 يوم بعد كده حيبدأ في نقر قشرة البيضة الجهاز التنفسي بتاعه بيكتمل في عمر 18 يوم طب يعيني بقى جوه بعد ما كان بيتنفس في البيضة عن طريق الغرفة الهوائية حيبدأ بقى الجنين يعمل ايه عايز خلاص عندي جهاز تنفسي سبحان الله بعد ربنا ما كمله جسمه كاملا بالجهاز التنفسي والرئتين خلاص عايز هوا بقى هوا جوه فيلقر قشرة البيضة من الداخل لكي يختارق قشرة البيضة حتى يحصل على الهواء اللي هو التنفس عن طريقنا بزينا كده يتنفس طبيعيا شايف قدرة ربنا عاملة ازاي اذا الموضوع مش عشوائي انا بقى بنساعد الطائل اللي كانت بتعمله الام انا بنعمله كمربي في مكينات التفريق يبقى لابد من طوافه هي لما كانت بترد يبقى مصدر للحرارة شفنا الحرارة اللي محتاجينها كه اثناء الرقاط على البدل لانها تصل من سبعة وتلاتين وسبعة من عشر سبعة وتلاتين وتمانية من عشر درجة مقوية ودي درجة الحرارة التفريق الرطوبة يجب ان يكون هناك مصدر للرطوبة مهم جدا 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 يكون عندك مصدر لليه للرطوبة زي ما قلتلك وده سهل جدا ايه مصدر رطوبة حط بيه مية ولكن تزود نسبة الرطوبة في اخر تلات ايام قبل الفاس طب يا مصدر حضرتك قلت لنا بعد 18 يوم ده بالنسبة للدجاء طب لو في الرومي انا قلتلك مدة التفريغ في الرومي 28 يوم طب في السمان قلتلك من 18 ل23 طب في الحمام من 17 ل18 يوم طب في البط السوداني او المسكوف من 33 ل 35 يوم طب الاوز من 30 ل31 يوم طب البط الضمياطي قلنا حوالي 30 يوم طيب البط الرواه حوالي 30 يوم قلنا البط الوادي طبعا ده برضو بيبه من 26 الى 28 يوم اذا كل مدة بس قبل عملية الفاكس بكم يوم 3 يام حسب النوع اللي حضرتك بتفرخ البيت بتاعه نزود نسبة الرطوبة يبه تاني في التعريب تهيئة العوامل اللازمة قلنا منها كم عامل لغاية دلوقتي عامل ايه الحرارة والرطوبة الحرارة والايه والرطوبة الحرارة عرفنا مصدرها ايه تمام طبعا ديت عبارة عن سخنات في داخل ماكينات التفريغ بقى هنعرفها وترمستات ومنظم حرارة وموضوع هنعرفها باستفادة في الحالة انا منديك فكرة عامة عن اللي تم فيه او اللي حيتم معنا فيه عملية التفريغ تمام بعد كده طبعا اتكلمنا على ميه قلنا الحرارة والرطوبة والتهوية ثم عمليات التقليب في ميكينات التفريغ دي فيها نوعين او تلتة انواع من انواع التقليب اما ان يكون تقليب يدوي يقوم المربي بعملية التقليب براحة يده كده زي ما انا بنعمل كده على البيت بيت مرصوص تمام في داخل الادراج اللي هو وضع البيت تمام بحيث تكون الجهة العريدة الى اعلى ولا الاسه الى اعلى ليه يا مستر عشان الغرفة ليه الهوائية تمام اوي طيب بعد كده حضرتك بتعمل عمليات التقليب تجريها حوالي من ثلاثة الى اربع مرات وقد تصل في بعض الانواع زي الرومي مثلا لست مرات يوميا يبقى التقليب بيتم يأما في ميكينات تفريغ بيبقى تقليب اسمه تقليب نصف آلي عن طريق زرار كده تتحكم فيه يعمل رايت ولفت رايت يعني يمين ولفت يعني ايه شما تضغط عليه المراضي رايت بعد ساعتين بتيجي تضغط عليه حيحولي يعني زي ايدي كده بالضبط ادي ادراج وضع البيت هتروح قلبة كده يمين تمام نصف قلبة هتجي بعد كده هتقلب بعد ساعتين هتعمل نفس الوضع بس على الايه على عكس او فيه تقليب في بعض الماكينات اسمه التقليب الآلي او الاوتوماتي يعني تعمل حضرتك على وضع الايه الاوتوماتي يبا انت مش هتقلب كمربي يبا مين اللي هيجري عمليات التقليب الماكينة هي اللي هتجري عمليات الايه التقليب هتقول لي حضرتك تفضل اي نوع يا مستر من التلاتة تمام حضرتك بتقول لي هو الناس بعض المربين يخاف ان يعمل على الوضع الاوتوماتيك ويعلق والماكينة ما تشتغلش يبا انت كده بواصت البيه ومش بضع واحدة ولا اتنين ولا تلات انا قلت لك انا عندي ماكينات تفريغ عملاقة هنوريك صور لها دلوقتي ماكينات تفريغ عملاقة ممكن تصل لمية الف بضعة واكثر كمان انت متخيل يعني فايزا حضرتك بس طبعا بتوبى ماكينات مجهزة وطبعا عمل لها الصيانة بتاعتها متأكد من كل العمليات اللي بتتم بفيها بتتم بكفاءة ومختبر كل اختباراتك قبل ما تجري عمليات اللي هي التقليب لكن حضرتك طبعا يفضل طبعا التقليب الاوتوماتيك حبيت انت تعمل تقليب يدوي ده بيتم في المزارع الصغيرة او في المفرخات الصغيرة يعني تمام انما غير كده ده عملية التقليب يبقى تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع خلال دورة جنينية محددة خلاص عرفنا الدورة الجنينية المحددة اللي هي ايه زي ما قلت لك مدة التفريغ في كل واحدة منه اللي حيفقس بعد قد يعني تمام حتى يكتمل نموه حتى يكتمل نموه ميه الجنين خلال دورة جنينية محددة تمام يكتمل فانموه الجنين وخلاص على كده ثم يخرج كتكوتا سليما يبقى لما نيجي نقول لك عرف التفريغ ما تقوليش كلام من نظر يخلاء هتقولي ايه انا خلاص قلت لك تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة شرط يا مستر تكون بيت مخصب اه لازم تضع لو انت بتربي مثلا عدد دجاج ميت دجاجة في القطيع لازم يكون معاهم عشر زكو يبقى لكل زكر عشرة دجاجات ده النسبة اللي هي الطبيعية بالنسبة لنا خلاص تمام يا مستر عشان نطلع نسبة ايه خصاب عالية البيض اللي يطلع يكون بيت بيت مخصب يكون بيت ايه يا شباب بيت مخصب بيت صالح للتفريغ بيت لما تفرخه يفقس ويخرج كتكوت سليم يبقى تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة ها حديثة الوضع اتفاقنا ان تكون حديثة يبقى ياجب قال لها يتم تخزين البيض تمام لأكثر من 3 ايام لو انت حطه عادي لكن اللي هتحطه في غرفات لحفظ البيض بتكون على درجة حرارة 12 درجة مقوية في غرفات حفظ اللي هيه البيض ويفضل كده تمام لكن ما تركيه ما تاخدش بيت مركون او حد يقولك عندي بيت مش عاربية خده فرخه او تشتريه لا اطلاقا تمام طب اشكال البيض الصالح دم في الحاج لا تستبع طب البيض الصغير ده عن طريق الشكل الظاهري انا ممكن نشوف البيض عن طريق الشكل الظاهري او عن طريق فحص ايه الداخلي اللي هو بنتكلم فيه في وحدة اعداد بيض التخزين البيض للتخزين اللي هي طبعا ايه تجهيز اماكن تخزين البيض لازم يكون عندي اماكن الاول هنجهز يه ايه البيض ثم اللي هي تجهيز البيض لعملية التفريع تجهيزه طبعا بعد فرزه تجهيزه بعد ايه؟ بعد فرزه طب مخرجات التعلم ان شاء الله في الوحدة دي هتكون عبارة عن ايه يجهز اماكن تخزين البيت ويجهز البيت لعملية التفريق يبا دول مخرجين التعلم اللي في الوحدة دي يبا هذه الوحدة تحتوي على كم مخرج للتعلم اتنين يجهز اماكن تخزين للبيت ويجهز البيت لعملية التفريق طب نكمل بعد كده على نقطة تانية بنقول لك ايه في ما يتعلق بالنقطة دي لا يصلح حفظ البيت في التلاجات العادية او تعريضه لدرجة حرارة اقل من 11 درجة مقوية عمتع كده وصلت اه خلاص يا مستر يبقى البيت لا يصلح حفظ البيت في التلاجات العادية قلتلنا عليه طب في حالة تخزين البيت بمزرعة الانتاء بمخزن غير مجهز يعني المخزن ما عندهش ادوات ما عندهش ادوات تبريد ما عندهش الكلام ده لا يستغرق اكثر من كم يوم اكثر من ثلاثة ايام اظن كده ادتلك فكرة على عملية البيت تعال لي بقى اهنوا اشكال بيت من ناحية الشكل الظاهري يستبعد تمام واهنون ناخده يعني واحد جايب لي شوية بيت كده بيقول لي لو سمحت يا مستر اهنون ده يصلح للتفريخ واهنون لا يصلح للتفريخ هنقول اللي يصلح للتفريخ البيضة الكبيرة في الحج حضرتك هتقول لي ناخدها على طول لا تستبعد ليه بيضة كبيرة في الحج لكن محتويات الجنين فهيكون ضعيف طب البيضة الصغيرة جدا في الحج تستبعد البيضة المشروخة تستبعد البيضة المتاسخة تستبعد طب يا مستر وانا عندي كمية بيض كتير متاسخ خلاص انا ممكن نجيب اسفنجة مبللة بالماء تمام ونروح انا مسح البيض عليها كده تمام لكن ما نستخدمش صنفرة ما نحكهاش بحاجة ما نجيبش كده موس ولا حاجة ونقعد نحك لا الكلام ده بيضيع المسام بتاع اشرة البيضة فيفضل ان انت البيضة المتاسخة تستبعد لكن لو حضرتك عندك كميات بيض كتير ومنعا لتلف هذا البيض ممكن عن طريق اسفنجة مبللة بالماء تمام وتمسح البيض وتنظفه تنظيف اذا استجاب تمام بعد كده بتعمله عملية تطهير هناخدو الكلام ده مع بعض في الوحدة باستفادة وهنتكلم عن كل نقطة فيها لان دي ات من الحاجات اللي هيتم تقييم حضرتك وحضرتك فيها بصفة مستمرة لكن انا منديك فكرة عمتا عن عملية التفريخ وعملية اعداد البدل التفريخ في الوحدة الاولى تمام كده معي او لا لا طيب نكمل بعد كده بيقول لي في حالة تخزين البدل قلنا اكتر من 3 يام خلاص ايه مرين عليه التفريخ زي ما قلت لك التعريف اهو تهيئة العوامل الاساسية اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة حديثة الوضع خلال دورة جنينية محددة يكتمل فيها نمو الجنين فيخرج كتكوتا سليمة يا مستر انت قلتها لنا كتير جدا ما هو ده الموضوع ما هو اي الوحدة كل الوحدة اللي احنا شغالين عليها السنة دي اللي هو الترم كامل منصب على عمليات التفريخ اعداد البيض للايه للتفريخ وعمليات الايه التفريخ وعمليات ما بعد التفريخ يعني ما بعد الفاكس اذا حضرتك دي مهمة جدا طب فاهم معنى كلم التفريخ مش بس انت تقولها لو حد يقولك تفريخ تقوله ايه الكتكوت يطلع من البيضة ده كلام كده اي حد رجل الشرع يقوله لكن لما حضرتك حديثة تقول كلام علمي لازم تقول العوامل تهيئة العوامل الاساسية عشان لو حد سألك قالك ايه هي العوامل الاساسية تقوله حرارة رتوبة تهوية تقليل بالاضافة طبعا للمهد المناسب اللي انت بترسه او ادراج وضع البيض وادراج لفاس البيض تمام كده بعد كده عايز نوريك اتكلمنا على طرق التفريخ قلتلك عندي تفريخ ايه طبيعي الوضع اللي احنا شايفينه بالصورة اللي قدامنا ديت كده وضع ظاهر جدا هو ده كتكوت ناتج نتيجة رقاض الام على الايه على البيض تمام خرج كتكوت اهوت في النهاية الام هي اللي بتقوم بالايه بعمليات الحضانة هتيجي هي بقى اللي هتحتويه لكن طبعا كلام ده لما يبقى عندي دجاجة عندي اتنين عندي تلاتة او انا مربي كده في غرفة على السطر تمام والدتي مربية كلام ممكن تتابع انت معها العملية دي وبرضو ان شاء الله باذن الله اذا اسعافتنا الوقت هنقولك على طريقة بسيطة جدا ممكن حضرتك نعمل بيها مكينة التفريخ انا هنوريك اشكال لمكينات التفريخ طبعا احنا عندنا ده التفريخ الاصطناعي المكينة اللي قدامنا دي تشايف بقى المكينة الصغيرة دي اهي دي مكينة ممكن يكون سعرها في المتناول حوالي 2000 جنيه وممكن تكون اقل من كده كمان في مكينة التفريخ صناعي قد تسع حوالي يعني زي ما نقولت لك خمسين بيضة تلاتين بيضة في الحدود دي المكينة دي تشايف طريقة رص البي في داخل المكينة تشايف اهو اتمعانا كده ولا لا اهو محطوط طيب بعد كده كأن كارتون الوضع البي او على شبك سلكي كده محطوط في البي بده طبعا بتتقفل المكينة دي تمام بيبقى فتحات للتهوية فاتر مستاد فمنظم للحرارة كل الكلام ده بعد 21 يوم تقوم بعملية الفاكس اذا هذا نموذج ليه عملية التفريخ الصناعي نموذج لمكينة مصغرة ممكن يظهر عندي مكينات متوسطة ممكن يظهر عندي مكينات كبيرة ممكن يظهر عندي مكينات عملاقة يبقى انواع فيه انواع التفريخ طبعا التفريخ الطبيعي ما تقوم به الام بالرقاط على الايه البدو انتهنا منه خلاص كلمتين وليس للمربي اي دخل فيه انما التفريخ الصناعي قد يكون باستخدام مكينات صغيرة في الحجم زي اللي حضرتك ورتها لك ودي ممكن تبقى بداية المشروع بالنسبالة طب يا مستر انا ما معايش الف جنيه ولا الف ونص ولا الفين جنيه نجيب مكينات زي دي حضرتك ممكن تجيب كارتونة تمام عارفين الكارتين كارتونة فاضية انا نقول لك بقى الطريقة تمام بسيطة جدا وتابع بقى معاي فيها حاجة هتجيب لي طبعا كارتونة لوضع البيت فيها بتحط تحط الكارتونة فيها هتجيب لمبة تمام لمبة اه وتعلقها فوق بمصدر للحرارة ما هصدر للحرارة واللمبة دي تكون يعني حوالي متين وط حوالي كام متين وط عشان توفر درجة الحرارة اللي احنا عايزينها ثم تقوم بوضع ايه طبع صغير كده فيه مية وده كل ما ينص حضرتك تزوده اظن كده مبادئ اساسية ما فيش كلام مقولتش حاجة انا منقول لك هوات هتعوض عن المكان وجرب اللي انا منقوله وشوف الكلام ده هينجح معكو ولا مش هينجح لو كتكوت واحد فأس من اللي انت حطه فانت نجح بعد كده هنشوف عندي ايه المشكلة فيك اتاكيد كتحت اطلع وما طلعتش طب دي مشكلة بقى يبقى الحرارة كتعالية قوي او الحرارة كتمنخفضة قوي هنزبت انا هنتعلم فيه وطبعا ان شاء الله وحنا هنبقى نقولك بقى درجة الحرارة المناسبة ايه والرطوبة ايه والكلام كله بالفنيات لكن انا بنقولك دلوقتي ممكن هو الهيكل ده عبر عن ايه طب ما انا ممكن بدل العلبة ديك ممكن نجيب كرتونة زي ما انا قلتلك ونجيب كرتونة بيت تمام نرصي فيها البيت جواها ونجيب حوت صغير مش حوت صغير بقى طبق كده صغير نحط فيه مصدر للمياه كمصدر للرطوبة ونفتح الكاراتين دي فتحات كمصادر للتهوية فيها فتحات كده للتهوية ونجيب مصدر للحرارة لمبا بفيشة فها حاجة دي تمام وتوصل الحرارة وحط حضرتك جيب الكراسة كده سجل فيها تم وضع البيت يوم واحد واحد تمام يبقى منتظر يطلع البيت ده يوم كام يوم واحد وعشرين طيب بس اهم حاجة البيت اللي جوا الماكينة دي يكون بيت مخصب ولا بيت غير مخصب لابد ان يكون بيت مخصب يعني تكون جايب بيت من مصدر موصود بيه وتأكد مليون في المية لو عملت اللي انا بنقوله على فكرة انا عملت الكلام ده لطلبة كتير جدا وعملوا المشاريع دي ونجحت وعملناها مع بعض تمام وخليت الطلبة تمارس الكلام ده والله الطلبة بدأ يكبر مع المشروع كان الاول بيستخدم كارتونة صغيرة بعد كده بدأ يستخدم عارفين الكاراتين بتاعة التلاجات اللي هي كبيرة وتدي في ريزر العملاقة دي عشان بقى يعمله ويعملها ايه ادوار بقيت نقوله ايه لو كبرت معك يقولها مستر عايز نشتري مكينة تفريق نقوله مش دي نجحة يقولي نجحة نقوله اعمل كارتونة كمان بدأ يعمل واحدة اتنين تلاتة بقى يجي يقولي ايه طب لقيت كارتونة كبيرة عندنا نقوله اعملها واعمل فيها ادراج فنصها نرص فقال ايه البيت اهم حاجة نظبط الحرارة الرطوبة التهوية تمام اذا بتوفر الاحتياجات اللازمة والاهم من ده ده اني لازم يكون البيت ايه بيت مخصب بيت صالح للتفريق ممكن يكون بيت مخصب بس يا مستر ماركون عندي عد عليه اكتر من اسبوع وانا او خمستاشر يوم حضرتك لو انت مخزنه في غربات للحفظ اوكي ماشي حضرتك حطه كده لا ماينفعنيش ما تاخدوش اذا حضرتك ممكن تجيب او ممكن تجيبي اظن ببساطة ما تكلفتش حاجة كرتونة فاضية تمام مصدر للحرارة بلمبة لمبة فيشة طيجا بمصدر للحرارة كرتون بيد رصالة والكرتونة كبيرة جيب كرتون تل للبيد رصم يا عم بلاش كرتونة بيد رص البيد عادي بس اجري عملية التاليب اللي هي من 3 الى 4 مرات ايه يوميا ما تكسلش تمام بس طبعا في المرحلة الاولى اول 3 ايام ما تعملش عملية التاليب للبيض لان اول 3 ايام بيكون الجنين في حالة طور ايه سكون تسيبوه بعد 3 ايام يبدأ الجنين يتحول من طور السكون الى طور الحركة وتبدأ حضرتك تعمل عمليات الايه التاليب اللي هي اليدوية طب ممكن نعمل ايه تاني انيجي بقى في اليوم السابع تمسك البيضة كده وتعرضها للكشاف مع كشاف كده ضوي ونشوف البيضة هتلاقي بدأت باب تظهر شعيرات دموية في داخل البيضة كده طبعا بص نقطة كده وحتلاقي مجموعة شعيرات دموية نازلة من داخل البيضة كده حضرتك نجحت وبدأ الجنين ينمو فيه البيضة طب لقيت نقطة سودة كده في البيضة لا كده الجنين ميت خلاص استبعد البيضة عشان ما تكملش بيه لكن جرب الموضوع ده وجربه من النهاردة جيب بيض مخصب لازم يكون بيضة ايه مخصب حطه في مكينات التفريغ في مش مكين التفريغ في الكرتونة اللي انا قلتلك عليها اعمل مصدر للحرارة تجرب تمام وشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي اعتقد حتستفيد ويبقى وفرت المصادر دي جبرت معك جرب بكرتونة تانية جرب بكرتونة اكبر تمام طب اعمل صندوق خشب بس مهم يكون فيه فتحات التهوية فيه مصدر للرطوبة فيه مصدر للحرارة فيه مصدر لعملات اللي ايه التقليب وان شاء الله بإذن الله حتستفيد استفادة قصوة من اللي انا بنقولك عليه يبقى ده شكل من اشكال مكينات التفريغ اللي هي طبعا الصناع عندي معامل بلدية كان زمان طبعا ومازال موجودة في بعض القرى والنجوع بعض الافران البلدية اللي هي بتتكون من طوب الني او طوب اللبن ناس كتير جدا في قرى مصر يعرفوه كويس قوي وده بيبقى عبارة عن حائط خارجي مزدوج حائط خارجي ليه ايه يا ضرير بينهم فراغ الفراغ ده بنملابت تبنى او بالقش تمام بس الافران دي بتكون معمولة على جانبين بعدد زوجي يعني من حوالي 6 الى 12 فرن بيكون بينهم ممر ضيق كده بيطلق عليه القصبة ده بيكون بعرضك نمت الشكل ده بيبقى موجود في المعامل اللي ايه البلدية بس مش بنستفيد كنا الاول بنشرح فيه بشكل كبير لكن المعامل البلدية دلوقتي بدأ دلوقتي حتى في معظم قرانة ما بقى شي طوب ناي ولا بقى ناس بتبني ولا بقى ناس تلجأ للمعامل اللي ايه البلدية بس انا بنقول لك فكرته انه هو عبارة عن مبنى من الطوب اللبن او حائط خارجي مزدوج الجدران تمام المزدوج الجدران بينهم فراغ يعني الجدرين ما بينهم فراغ اللي بيتحط فيه التبن او النشارة هو ده اللي بيبقى مصدر للايه للحرارة تمام بعد كده طبعا حضرتك الافران دي بتترص على جانبين يعني جانب مثلا هتعمل احنا بنقوله من ستة يعني دايما بعدد زوجي من ستة لاتناشا هترص مثلا نقول تمانية هنا اربعة وهنا ادي اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة بينهم ما بقى مسافة فضية دي اللي بيتقال على القصبة بتكون بعرض اتنين متر بتكون بعرض ايه اتنين متر طبعا الغرفات عشان يستطيع اللي هو المربي او العامل اللي هو بيدير المصنع المفرخة البلدية دي او المعامل البلدية لكن طبعا بيبقى لها عيوب كتير جدا انه بتأثر الدخان اللي بيطلع منه نتيجة حرق التب لان انت مصدر الحرارة عندك هنا هو حرق التب ناو النشارة دي بتستغله كمصدر للحرارة لازم يكون العامل ذاته خبرة معينة عشان يستطيع ضبط درجة الحرارة الدرجة الطبيعية اللي هو عايزها بالزبط بتعمل ارضية من الخرصانة المسلحة وتجيب حصيرة تفرش على الارضية وطبع من القش وترص عليها اللي ايه البيض وده فكرة المعمل اللي ايه البلدي لكن يعني اللي احنا بنقولك عليه في التفريغ الصناعي اعتقد بشكل انضف واحسن وما بيقصرش على الجهاز التنفسي اللي العاملين في داخل اللي ايه المعامل البلدية نتيجة التلوث والدخانة اللي بتطلع كتير جدا في داخل العنبى بعد كده طبعا هنتكلم على وحدة تنفيذ عمليات التفريغ زي ما قلتلك الوحدة دي اساسة اكساب الطلاب الجدرات المرتبطة بتنفيذ عملية التفريغ وذلك من خلال معرفة كيفية تجهيز مكينة التفريغ للعمل ثم تعبئاتها بالبيت ثم يبدأ فيه تشغيلها حسب الضوابط المناسبة زي ما قلتلك لنجاح عملية التفريغ ثم التسجيل في السجلات راعي بقى معايا في كل حاجة انا بنقولك التسجيل في السجلات طيب مخرجات التعلم في هذه الوحدة عبارة عن ايه يضبط الطالب مكينة التفريغ هيعلمك المستر بقى وانت بتدرس الوحدة ديك ازاي يتم ضبط مكينة التفريغ هيعملها قدامك نموذجي بعد كده هيعلمك بعد كده هتعمل المهارة دي بنفسك تمام؟ نمرة اثنين المغرج التاني يشغل مكينة التفريغ ده عم نفس القصة شغلك مكينة التفريغ بعد ما زبط لك المكينة هيعرفك المغرج التاني وهو كيف يتم تشغيل مكينة التفريغ المغرج التالي يسجل البيانات والسجلات ازاي حضرتك تسجل البيانات والسجلات؟ دي اللي هيعرفك على المستر اثناء التقييمات يبقى في تقييم هذه الوحدة هتحصل على ثلاث مخارج المغرج الاول يضبط مكينة التفريغ المغرج الثاني يشغل مكينة التفريخ المغرج الثالث يسجل البيانات بالسجلات طيب بص بقى معاي تفريخ اصطناعي زي ما انا كلمتك عنه وقلتلك عليه طبعا ايه مسته بقى ميزة التفريخ الصناعي عن الطبيعي مزايا عديدة جدا هنقولها مع بعض كده مش مزايا يعني التفريخ الاصطناعي يعتبر من اهم حلقات انتاج الدواجن المكسب الذي يتطلب امورا عديدة اهمها تأمين كتاكيت على مدار العام يا مستر ديم الشام يعني طول العام بنوانت الكتاكيت مش مستني الدجاج لما يبيت حضرتك انت بتجمع البيت والماكينات شغلة طول العام كويس قوي نمرة اثنين الاستفادة من الامهات التي تبدأ في الانتاج باي وقت من السنة صيفا او شتاء قطيع الامهات اللي جاهزة عندنا بتطلع انتاج بيت حضرتك تخوض البيت فرخه في اي وقت صيف ماشي شتاء ماشي تمام إلغاء انتاج البيت الموسمي لبيت التفريغ بسبب رقاد الامهات مش انا قلتلك من شوية ان عملية الرقاد مرتبطة بالانقطاع عن وضع البيت يعني اذا كان تفريغ طبيعي اذا الام بدعت فيه الرقاد على البيت تنقطع مباشرة عن وضع البيت اذا انا بقى لا انا عايز القطيع ده عندي يبيت بس وانا ناخد ونضع فيه مكينات التفريغ مانش عايز الام تروض على البيت فكل ما هتضع بيت هنشيله كل هتضع تاني نشيله هتضع تاني نشيله يبا انا ضمنت انتاج البيت ليه الموسمي ثم بعد ذلك تحقيق خطط التربية تحقيق خطط ليه التربية والانتاج الداجيني المنشودة في الكام والكيف كده حضرتك هتغرى السوق فعلا هتطلع كميات مناسبة تمام تستطيع مواجهة الاستهلاك لان كلنا عارفين ان عندي شريحة كبيرة جدا من المجتمع طبعا شغالة على دجاج التسميق زي ما قلتلك ده بيسد النقص فيه اللحوم اللي هي الحمرة فاحنا محتاجينه فكده انت كمفرخة ضامن الدجاج اللي بيورد على البيت يطلع على البيت وحضرتك تاخده تفرقه في مكينات التفريخة اللي هي الاصطناعي طيب بعد كده بتأمين نوعية جيدة من الكاتاكيد ذات الصفات الوراصية الانتاجية العالية جدا ايه الكلام ده يا مستر حضرتك مش مستني الام لما كان ارجع لي بقى الام لما كان بتورد على البيت كوتية بتعمل ايه هي اللي تورد وضعت البيت رادت عليه هل انت عارف الصفات الانتاجية اللي في البيت لا هل انت عارف الصفات الوراصية لا الكاتكوت اللي هيطلع هتاخده تربيه خلاص تمام قد يكون هذا الكاتكوت فيه طبعا مشاكل جمدة جدا وراصية قد يكون محمل بالامراء بالاضافة الى انتشار الامراء لو الام مصابة بمرأة حينتشر من الام من خلال رقاضة على البيت الى ايه الكاتكوت امال انا هنعمل ايه بقى لا ده حضرتك بقى هنا بيقول لي تأمين نوعية جديدة اذا انا اللي بنجيب البيت من مصادر موصوك بيها مصادر تكون فيها كمية البيت والحالات بص صفات يحمل البيت صفات راصية عالية الجودة سواء كانت فيه انتاج اللح سواء كانت فيه انتاج البيت فبالتالي هتبطى ضاء من القطيع اللي حيطلع عندك هذا القطيع قطيع محترم تستطيع من خلاله تمام تكوين قطيع جيد والانتاج منه بغزارة يبقى ده طبعا اللي هو زي ما قلت لك فكرة ليه احنا لجأنا او ليه ناس لجأت للتفريغ الاصطناعي لانه هو زي ما قلت لك بيعتبر من اهم حلقات الانتاج الدواج المكسف تمام طب نكمل بعد كده اجزاء مكينة التفريغ تتكون مكينة التفريغ من ايه من الاجزاء الاتيه هيكل خارجي وتركيب داخلي الهيكل الخارجي هو الاطار الخارجي اما التركيب الداخلي ده عبارة عن مية عبارة عن المفرغ اللي هو ماش المفقص اللي هو مكان ليه طبعا الفاكس اللي هو ادراج للفاكس ادراج اسمها ادراج الفاكس وحدة انتاج الحرارة ومنظم للحرارة هنعرف الكلام ده كله باستفادة انا بندي فكرة بس عامة تمام وحدة انتاج الحرارة منظم الحرارة وحدة التهوية وحدة التقليب وحدة الرطوبة التجهيزات اللازمة للتشغيق يبقى اجزاء مكينة التفريغ تتكون من كم جوز جوز ايه هيكل خارجي تمام ثم الاطار الداخلي او التركيب الداخلي التركيب الداخلي عبارة عن ايه اللي هو المفرخ اللي هو المفقص اللي هو وحدة اللي هو الحرارة وحدة انتاج الحرارة منظم الحرارة طبعا وحدة انتاج الرطوبة اللي هو وحدة التهوية وحدة التقليب كل هذه الاشياء طبعا من ضمن الوحدات والتجهيزات اللازمة لتشغيل المكينة تمام يا شباب معايا طيب بعد كده عايزنا اه تعال بقى بص بقى معايا كده ومتع نظرك بجمال مكينة التفريغ مكينة التفريغ دي مكينة صغيرة قد تكون من كام تلاتين بيضة زي اللي انا ورتها لك الى كامل قدامنا الى خمسمائة بيضة اعتقد في كل المدارس بتاعة التعليم الفني الزراعي بتكون موجودة المكينة دي اللي هي تحتوي على خمسمائة بيضة مهمة جدا شايف شكل البيض مرصوصة زي في داخل المكينة تمام اللي تحت خالص عندي كده دي اسمها ادراج وضع البيض اللي انا بالروس فيها ليه البيض والادراج اللي تحت دي اسمها ادراج فاقس البيض قبل عملية الفاس بتلات ايام يعني فرض ان انا بنشتغل على دجاج اللي هو على الدجاج تمام مدة التفريغ في الدجاج اتفقنا انها واحد وعشرين يوم حيفضل البيض هنا كده في الادراج دي لمدة تمنتاشر يوم ثم بعد ذلك يتم نقله الى الادراج اللي تحت ادراج الفاقس طب ليه يا مستر مايفضلش الكاتكوت هنا لو جه يفقس يعرف يطلح كده بالمنظر ده وبالصورة اللي موجودة لأ طبعا يا مستر مش هنعرف نطلعه كده اذا قبل الفاس التلات ايام الفترة اللي انا بنزود فيها الرطوبة تمام هي ديها اللي انا حنعمل فيها ايه هي ديها اللي حننقل فيها الكاتكوت الادراج اللي ايه فاقس قلبية تمام طيب ده كده بالنسبة لشكل مكينة تفريخ من كم لكم طبعا من ت دي مكينات صغيرة تساع من 30 الى 500 بيضة لا والانية اللي انا ورتها لك تاخد 30 بيضة دي ات ممكن تاخد زي ما قلت لك 500 بيضة تحديدا يعني تمام طيب بعد كده عندنا مكينات متوسطة من كام من 500 الى 10,000 بيضة يكون شكلها بالمنظر ده كده التانية كانت عبارة عن باب دي كده بص بابين همه زي ما انت شايف ادراك في اليمين وادراك في الشمال طيب عندي مكينات كمان كبيرة بص مكينات كبيرة تاخد كام اكتر من 10,000 بيضة شايف بقى منظر البيض مرسوس ازاي دي مكينات طبعا متزبطة 100 مين مع العلماء كل يوم في استحداث اما بيلاقي المشروع مشروع ناجع ما احنا ده اللي انا بنقول لك عليه حضرتك ممكن زي ما قلت لك تبدأ بكارتونة بيضة وتنتهي معانا مش بالمكينات الكبيرة لا ان شاء الله باذن الله هتكون بالمكينات اللي حنورها لك اللي هي مكينات تفريخ كبيرة حديثة عملاقة شايف عامل ازاي شايف ده 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 كأن معلش يعني داخل مستشفى خاص تمام شايف المنظر عامل ازاي ده انا داخل جامعة مش داخل مكينة تفريخ المكينات دي اسمها مكينات تفريخ كبيرة حديثة مكينات تفريخ عملاقة قد تصل زي ما قلت لك بقى اكتر من مئة الف بيضة تمام وفيما يتعدى هزي الايه الاعداد كمان ازا المشروع ده لو ما كانش مشروع مربع كان الناس اتجاهوله وفرغوا الدمخه ومجهودهم كله الزهني والبدني لانتاج هذه المكينات العملاقة ارجو ان انت تجرب زي ما انا قلتلك مش مشكلة انا مش هنخسر حاجة اروح جيب لي عشر بيضات خمستاشر بيضة اللي هتقدر تجيبه وحطه زي ما انا قلتلك ويجرب وشوف سدقني النجاع لو كتكوت واحد طلع من هذه العملية فانت مستفيد فانت ناجح جرب التجربة تاني هنشوف ايه هنلاقي بعضك اتاكيد ما طلعتش او بعضك اتاكيد طلعت رصة وما قادرتش لا اكده انا فيه عندي كان خلل نحاول نعدل الخلل وانت بقى تتواصل معنا ومن خلال اسئلتك اللي احنا هنرد عليها ان شاء الله باذن الله هنديك اجابة وافية وحنقولك عملت كذا او كذا طب الحرارة كت ايه طب الرطوبة كت ايه طب انت ايه اللي حصل طب الكتكوت لازق في قشرة البيضة يبا انت ما قلبتش كويس تمام ما ممكن الكتكوت جاي اطلع وانت بتطلع بانت بتفك بقى البيضة عشان تعرف ايه السبب لقيت الكتكوت لازق في قشرة البيضة يبا انت نسيت يا باشا تعمل عمليات تقليب التقليب انا قلتلك من 3 ال4 مرات يومية حضرتك قلت مرتين وكسلك يبا الكلام ده تتلافى بال ايه الاخطاء دي فانت اعمل الكلام ده بنفس انت تابعه بنفسك جرب بنفسك هتنجح سدقني هتنجح لان ناس كتير جدا عملوا المشروع ده ومازالوا شغالين فيه والله العظيم شغالين وعندهم يعني بسم الله ما شاء الله عليهم ربنا يوسع عليهم طبعا الواحد بيبقى سعيد انه قدر يدفلهم اي حاجة بعيدا عن النواحي الدراسية تمام بعد كده طبعا فيما يتعلق بمودة التفريخ المختلفة في الانواع والسقطالكية الدجاج مدة التفريخ فيه كم يوم 21 يوم الحمام مدة التفريخ من 17 ل 18 يوم البط البكيني والروان مدة التفريخ فيه 18 يوم السمان من 18 الى 23 يوم الاوز 30 ل 31 يوم النعام من 40 الى 42 يوم البط السوداني من 33 ل 35 يوم البط الدمياطي 30 يوم الرومي 28 يوم دجاج الوادي من 26 الى 28 يوم ممكن يعني دية المدة ده انا قلتلك في البداية لو ما كانتش الصورة واضحة اقول لحاجة معكم بس ان شاء الله بامر الله هتحفظها لان انا هنقولها كتير اوي 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 لغاية ما تحفظها مني على طول المخرج الثالث اللي هو يسجل البيانات بالسجلات انا بس قصدي لازم نعرفك يعني ايه عملية تسجيل ويعني ايه سجلات ايه الفرق بين كلمة تسجيل والفرق بين كلمة سجلات التسجيل بيقول لي هو عملية تدوين او كتابة تسجيل يعني كتابة عملية تدوين او كتابة جميع البيانات دي تسجيل ولا سجلات تسجيل طب السجلات بقى اللي حضرتك بتدوم فيه تمام اللي هي لها مجموعة او انواع نقولها مع بعض تمام طيب يبقى عملية تدوين او كتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بعملية التفريق في السجلات الخاصة بالتفريق وقد يتم فتح سجلات في جهاز الكمبيوتر ده الجديد بقى وتدوين البيانات والمعلومات فيه بكل دقة عشان تستطيع الرجوع اليها مرة ايه اخرى ده الحديث كل ما العلم بيتقدم احنا بنتقدم معاه بعد ما كنت مسك سجل كده يتقطع مني يتبهدل مني يدع مني عندك السجل وتاخد البيانات دي كلها برضو تدوينها على تمام على الكمبيوتر بتاعك الخاص بيك يبقى انت عندك ده والبديل بتاعه تمام يبقى عملية التسجيل هي عملية تدوين هي عملية كتابة كتابة جميع البيانات الدفعة دخلت امتى مدخل عدد البيض اللي دخل معايا مثلا ميت بيضة تمام تم تفريغ جيت انت في الفحص الضوئي الاول في اليوم السابع في فحص ضوئي تاني بيتم في اليوم الاربعتاشر هتقول نواتج الفحص الضوئي الاول بقى عندي كذا بيضة واستبعدت كذا بيضة في نواتج الفحص الضوئي التاني فضل عندي كذا بيضة يا جنين حية جنين ايه ميت تمام والتعرف ما هي نواتج الفحص الدوي الأول بتكون عبارة عن أربع حاجات حنقولها مع بعضنا يئما تكون بيضة ليحة يعني بيضة فاضية خالص ما فيقاش جنين تمام يئما بيكون بيضة فيها انفجار دموي حصل فيها انفجار دموي بتلاقيه في النص حلقة كده تمام والحلقة دي يعني فيها انفجار دمو بسيط في وسط الحلقة يئما بيكون جنين ميت تمام نقطة صودة كده في داخل البيضة يئما بتلاقي جنين حي اللي هو عبارة عن نقطة ومتفرع منها مجموعة من الشعيرات الدموية زي ما هنوريه لك دلوقتي تمام؟ يبقى دي عملية التسجيل بعد كده السجلات السجلات عبارة عن مين؟ الدفاتر خلاص بقى يبقى هي عبارة يبقى عرفت التسجيل عملية تدوين واكتبه إنما السجلات هي عبارة عن مجموعة من الدفاتر الورقية الإلكترونية يكون فيها المختص بتدوين كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإدارة شؤون معمل التفنين أهم السجلات عندي سجل التفريق وهذا السجل يشمل كل بيانات التفريق عن كل دفعة على حدة زي ما قلت لك ثم سجل الفحص الضوي اللي أنا لسه بنقول لك هو الفحص الضوي الأول نتيجته إيه؟ الفحص الضوي الثاني نتيجته إيه؟ تمام؟ وتعرف نسبة الإخصاب فيه إيه وهكذا ماشي يا باش؟ ثم طبعا هناخد الكلام ده باستفادة بص بقى أنا عايز نوريك دي لمبة موجودة تمام؟ مصدر ضوي شايف أنت كده جوه حضرتك هتمسك البيضة كده بالمنظر ده شايفين المنظر؟ شايف فيه نقطة حمراء شايف هنا إيه؟ شايفين الناس ولا لا؟ وحواليها بدأت تنمو شعيرات دموية ده جنين حي حي ولا جنين مية؟ جنين حي يبقى شو بالفحص الضوي يا إما تمسك البيضة كده وتعرض المصدر ضوي قوي قريب منك يا إما من خلال كشف تمسكه بيدك وتقربه من البيضة حيظهر معاك هذا الشكل هذا الجنين جنين حي ولا جنين مية؟ جنين حي تمام يا شباب؟ طيب ماشي كويسها أوي النقطة دي متعمد نجيبها لك عشان لو عملت المشروع اللي أنا قلت لك عليه وجبت الكارتونة يكون معاك كشف أظن سهل أوي تجيب كشف إن شاء الله يا عم كشف الموبايل بس يكون كشف قوي أو تطلع قريب أوي من اللمبة كده وتمسك البيضة تمام كده وتقربها وتشوف لو ظهرت عندك النقطة الحمرة ومجموعة الشعيرات الدموية اللي قدامي يبقى هذا الجنين جنين حي لقيت نقطة صودة في البيضة يبقى جنين مية لقيت هريقة خالص يبقى دي بيضة غير مخصبة بنقول عليها بيضة ليحة ودي تستبعد نهاية تعال تفرج بقى على سجل فرز بيضة تفريخ بص بقى من البدايات أنا مرتب لك عملية لذيذة خالص ده يعني درس حلو قوي يعني ما يعتبرش درس فكرة عامة كده شيقة عن المنهج كله شايف المنظر الاولاني ده عبارة عن اول حاجة او اول شكل ممكن يظهر معان التاني شكل بيبدأ كده في عملية انا قلتلك اول تلات ايام بيكون الجنين في حالة ايه سكون بيبدأ يتحرك بقى شايف في اليوم التالت شايف انت بدأت النقطة الحمرة بدأت تظهر هي الجنين تمام بدأ ينمو الجنين في اربعة بدأ ينمو اكبر في خمسة شايف المنظر في ستة بدأ بص في سبعة هذا المنظر اللي حتشوفه حضرتك الكمام اللي شايفه قدامي هو اللي حتشوفه عالبط في اليوم الايه السابع تمام بعد كده بيبدأ بقى بص بيبدأ النمو في الجنين في اليوم التامي ثم يتحور اكثر ويزداد نمو في التاسع ثم في العاشة ثم بص احداشة ثم اتناشة بيبدأ يتكون الجنين سبحان الله الى ان ييجي يصل بقى بص شايف معايا عندي بص اليوم الاربعتاشر انت شايف معايا ولا لا اكتمل نموه ولا لم يكتمل نموه اكتمل النموه في اليوم الكام الاربعتاشر اليوم التامنتاشر هو لسه يعني في مراحل الاجتمام هيجي اليوم الخمستاشر يكتمل اكتر الستاشر السبعتاشر ايه التامنتاشر اليوم التامنتاشر يكتمل نموه نموه كاملا نموه ايه كاملا ثم بعد ذلك يبدأ في نقر اشرة البيضة للخروج من قشرة البيض بعد كده نوع من انواع السجلات اسمه سجل توريد البيض سجل توريد البيض ده بيبقى فيه سجل ايه طبعا اه ومعانا كمان سجل ليه سجل توريد البيض يعني ايه يعني حضرتك طلحت من المزرعة كام بيضة تمام واستلمت ايه فلوس يعني طلحت الف بيضة مية بيضة خمسمية بيضة لازم كل حاجة تبقى مدونة عشان حضرتك تجيب معدل ارباحك ومعدل خسارك وانت كسبان ولا خسران في نهاية ليه العام يعني بتقيم نفسه بعد كده عندي سجل الحرارة والرطوبة والتقليب انا مسجل كل حاجة بدقة تمام ثم اهم سجل عندي بقى وهو سجل يحمل مية سجل الاراضات والمصروفات ايه سجل الاراضات كل ما تم صرفه اثناء تواجد هذا او اثناء تفريخ هذه الدفعة تمام يتم تفريخ الدفعة وتم تسجيله في سجل كويس اوي يسمى سجل المصروفات ثم كل ما تم بيعه او توريده تمام حصلت فيه على ايه على مبالغ مالية ده اسمه سجل الاراضات عملت اراضات مية الف جنيه عملت مصروفات مثلا ستين الف جنيه اذا صافي الربح يصوي كام اللي هو الايراضات مطروحا منها المصروفات اللي هو الاربعين الف جنيه هو ده يعتبر صافي الربح دي كده فكرة عامة عن اللي احنا اخدناه او اللي احنا يعني اخدناه النهاردة في الحلقة بتاعتنا لكن دي فكرة عامة عن الوحدات اللي ان شاء الله باذن الله ربنا يديكم الصحة والعم ونتواصل مع بعضينا باذن الله خلال الترمي التاني هندرس الوحدات زي ما قلتلكم وحدات اعداد البيض للتفريخ ووحدة التفريخ البيض ثم وحدات ما بعد الفقسة ان شاء الله نتناول كل الكلام ده حلقتنا خلصت بسرعة معاكم ارجو ان تكونوا قد استمتعتم والى لقاء اخر باذن الله كان معكم محمد المغربي من التلفزيون المصري وشكر خاص لأسرة البرنامج والى لقاء اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته